لا تدخلوا للميليشيات المرتبطة بإيران جهداً لتعزيز نفوذها وسطوتها في العراق عبر محاولات تكسيف حضورها داخل العملية السياسية وفي نفس الوقت تقوية وجودها المسلح في الشارع العراقي وخنق كل الأصوات الرامية للتخلص منها ومن المشروع الإيراني الذي تمثله رئيس كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشي العصائب عدنان فيحان أكد أن كتلته ستحقق ما سماها مفاجأة في الانتخابات النيابية المقبلة مرجحاً حصولها على عشرين مقعداً ببركة المرشد الإيراني علي خامنئي ومحور المقاومة في اعتراف صريح بالتبعية لطهران وإمعاناً في الانخراط في أجندتها على حساب مصلحة العراق وأشار فيحان إلى استمرار التهديدات الأمريكية تجاه زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي ضمن صراع المصالح المحتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والذي جعل من العراق مسرحاً له وفيما يتعلق بتظاهرات ثورة تشرين اتهمت الميليشي المتظاهرين بأنهم غير سلميين في تبرير واضح لقمعهم ترافق ذلك مع حملات الاغتياد الأخيرة التي طالت العديد من الناشطين وما سبقها من عنف ممنهج مثلت الميليشيات رأس الحربة فيه بالإضافة للقوات الحكومية التي واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز ظنّاً منها أن باستطاعة السلطة إسكات صوت الشعب تصريحات قادة الميليشيات ضد ثوار تشرين وتحذيراتهم من ذهاب العراق باتجاه الفوضى تعبر عن مخاوف تلك الميليشيات من التهديد الذي تمثله ثورة تشرين لمشاريعهم ومصالحهم التي تغولت في العراق وباتت تهدد وجوده وهو ما يفسر عمليات القتل والتغييب المتواصلة بحق المتظاهرين الذين يستعدون لجولة جديدة من التظاهرات ضد أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها التي رهنت حاضر العراق لصالح إيران وتعمل على استغلال كل الظروف لتدمير مستقبله ترجمة نانسي قنقر